يستمر مجلس النواب بعقد جساته وهذه المرة جدول العمال عد استكمالا لجسة الامس بعد ان صوت المجلس خلالها على ثلاثة قوانين وارجأ مناقشة عدد منها الى اليوم جدول العمال تضمن اربع مشاريع عدها النواب فقيرة نظر الاستمرار لجان النيابية في صياغة مشاريع تنتظرها الحكومة وتمس شرائح اكبر في البلاد طبعا مجلس النواب خلال فصل التشريع الحالي راح ترتفع وطيرة عمله في تشريع القوانين الاساس في عرض القوانين للتصويت او للمناقشة هو اكمال اللجان للقوانين الموجودة تحت يدها بالتأكيد احنا ننتظر مشروعات القوانين من قبل الحكومة الحكومة سحبت عدد من القوانين وشكلت لجنة لتحديد اولوياتها في تشريع عدد من القوانين الاخرى وعلى هامش الجلسات تستمر اللجان النيابية باستضافة جهات المسؤولة عن القضايا الحساسة كسار الصرف وقضية المصارف العراقية المعاقبة فضلا عن متابعة مشاريع القوانين المنتظرة من الحكومة كقانون العفو العام والنفط والغاز وقضايا الامن والتعليم مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني بدأ باستضافة محافظة بنج المركزي وزير التربية وكيل وزير التعليم العالي والكادر المتقدم وكذلك لجنة الامن والدفاع استضافت ايضا في ما يخص بعض اللجان ايضا استضافت واعتقد هذه سلسلة الاستضافات ستستمر من اجل معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنين فيما رفع مجلس النواب جلسته الى الخميس المقبل بانتظار جدول اعمال بقوانين اكثر اهمية بالنسبة للمواطن بين التشريع والرقابة يبحث مجلس النواب عن تطبيق القوانين التي صوت عليها وبرزها قانون الموازنة اذ ما تزال اموالها حبيسة تنفيذه من داخل مجلس النواب علي اسد